أهلا بكم يا برج الميزان في التوقعات العامة لسنة 2020 هنعمل مع بعض دلوقتي إن شاء الله توقعات سنة 2020 بشكل عام من الصعب طبعا أن أسحب طاقة السنة كلها لأننا قريدي بنعمل توقعات شهرية وتوقعات نصف شهرية والطاقة دايما متغيرة باستمرار فالتوقعات دي هتكون توقعات بشكل عام عن السنة كلها وتقدر طبعا أن أنت طول السنة إن شاء الله تشوف معانا التوقعات الشهرية والتوقعات كمان النصف شهرية طبعا دي هتكون توقعات شاملة عاطفة عمل وصحة فلو حضرتك كنت أول مرة بتشوف الفيديو أتمنى أن أنت تدعمنا بلايك لأن اللايك مهم جدا لدعم القناة كمان لو حضرتك كنت جديد وأول مرة بتشوف القناة يشرفني طبعا انضمامك لأسرة القناة بأنك تعمل سبسكرايب كمان اللي ليه أي أسئلة أو أي استفترات تحت الفيديو هيلائي وسائل التواصل موجودة فخلونا نبدأ مع بعض إن شاء الله برج الميزان لسنة 2020 هنا العاطفة وهنا العمل وهنا الصحة أنا شايف يا برج الميزان أن أنت في الطاقة العامة بتاعتك في شخص أنت مفتقد وقوي في حياتك ممكن تكونوا أنتوا متبعدين من زمان ويمكن كانت علاقتكم ببعض أون أوف أو كان فيما بينكم مشاكل متكررة ممكن كمان الشخص ده ما يكونش في نفس بلدك وابتعد عنك تماما وإداك ظهره ومشي يعني بس أنتوا الاتنين بتفكروا في العلاقة دي ولكن بسبب المشاكل اللي كانت متكررة وما بتخلصش الشخص ده مشي وأنا شايف أن أنت مفتقد الشخص ده قوي يعني بتفكر فيه كتير كمان في ناس منكم سايبين عمل وبقالكم فترة طويلة آه شفت ده أنت الشخص ده وحشك قوي يعني كمان ممكن تكون أنت بقالك فترة مش شغال وسايب شغل ومفتقد برضو شغلك ده قوي يعني برضو الكروت بتأكد لي الطاقة دي خليني برضو أبص على الكروت وأنا بسحب لك من كروت الملايكة علشان القراءة ما تاخدش مننا وقت أنا شايف أن انت الشخص ده وحشك قوي وبتفتكره دايما بيجي على بالك دايما بتفتكر الكلام الحلو اللي كنتو بتقولول بعض واللحظات الجميلة اللي كنتو بتقضوها مع بعض الموضوع ده تعبك قوي فكريا وإنت نفسك أن انت تعمل تغيير شامل في العلاقة دي لأن انت حاسس أن العلاقة دي انتهت هنا الملايكة بتقول لك ياس خليني برضو أخد لك من الكروت دي أنا شايف على فكرة أن الموضوع ده تعبك قوي وإنت يمكن طول الوقت بتفكر وممكن كمان أنت لو فيما بينكم أطفال تكون أنت اللي متحمل مسؤولية الأطفال دول لوحدك وما فيش أي حد بيساعدك وإنت مش قصة أن انت مش قادر تتحمل مسؤولية الأطفال هو أكيد طبعا الموضوع ده تعبك لكن مش هو ده اللي انت بتشتكي منه انت الشخص ده وحشك قوي وانت بتفكر فيه جامد يعني هنا بيقول لك أن انت عندك طاقة كبيرة قوي من الحب تقدر أن انت تعبر عن الطاقة دي من خلال الكلمات لما تحس أن انت مستعد أن انت تعبر عن الحب ده لما تحس أن انت محتاج أن انت تسامح وتعبر عن الحب ده حاول أن انت تعمل كده علشان ما تحسش بالضيعة دايما يعني فلو جات لك فرصة أن انت تتواصل مع الشخص ده حاول أن انت تعبر له بالكلام لأن أنا شايف أن انت إن شاء الله السنة دي هيكون عندك بداية جديدة مع الشخص ده وإن شاء الله هيكون فيه رجوع طبعا يعني للشخص ده لو أنت عاوز ترجع فحاول بقى أن الشخص ده لما يرجعلك أن انت تعبر له عن حبك من خلال الكلام وهنا كمان الملايكة بتقول لك ياس فإن شاء الله الشخص ده هيرجع لحياتك مرة تانية أهم حاجة أن انت ما تفضلش في الطاقة دي كتير لأن انت كده الزبزبات بتاعتك بتكون سلبية وبتعطل عليك الرجوع ده وحاول كمان أن انت الشخص ده لما يرجعلك أن انت تتكلم معاه من خلال الكلام علشان توقف المشاكل المتكررة اللي ما بينكم وهيكون فيه تواصل ان شاء الله يعني ممكن يكون فيه بس ما بينكم شوية عند لكن أنا شايف أن ان شاء الله العلاقة دي في طريقها للاستقرار ممكن يكون على فكرة الشخص ده من برج الدلو أو برج العقرب أو برج السرطان بالنسبة للطاقات ترابية ونارية ومائية يعني مفيش هوائية خالص يعني ممكن هوائية برضو لكن طبعا ممكن يكون برضو أي طاقة ممكن يكون أي برج يعني بس ده اللي ظهر لي وكأبراج عندي دلو وعقرب وسرطان أما من الناحية العملية من الصعيد العملي فأنا شايفكم بتفكروا كتير عندكم أحلام كتير بس شايفكم أن انتم مش مستعدين لتحقيق الأحلام دي في الوقت الحالي ممكن تكونوا بيتخططوا لها أو هتبتدوا فيها لكن انتم مش مستعدين حاليا بسبب زعلكم على الماضي وعلى العمل اللي انتم سبتوه يعني شايف أن انتم في عندكم بداية جديدة هتقدروا أن انتم تلاقوا نفسكم من خلال الحاجات اللي انتم بتحققوا لها أو بتخططوا أن انتم تعملوها في عندكم أهداف سرية انتم حطنها لنفسكم وبتفكروا بتشوفوا هتحققوا أهدافكم دي ازاي وغالبا انتم مش قيلين لحد على أهدافكم دي لكن ان شاء الله انتم هتحققوها وهتوصلوا لها الملايكة بتقول لكم ياس فحاجة كويسة يعني في عندكم رجوع في عندكم بدايات جديدة في العمل فأنا شايف أن هي ان شاء الله هتكون سنة خير يعني لكن من الناحية الصحية فأنا شايف أن انتم في عندكم اكتئاب في عندكم حيرة في عندكم ندم في عندكم زعل فبلاش كده يا برج الميزان بطلوا تفكير في الماضي عندكم مصلحة عندكم استقرار عاطفي واستقرار عملي فما فيش اي داعي للزعل ده في منكم ناس كمان عندهم مشاكل في العين فأخدوا بالكم من الموضوع ته ودايما عندكم صداع متكرر وبتفكروا كتير وشايلين هم الدنيا المشاكل كده كده موجودة ما بتخلصش فحاولوا ان انتم تمزوروا للإيجابيات لان انا شايف بس هي قصة اكتئاب مش اكتر وممكن يكون بيقدي ليكم لفقدان الشهية فما فيش داعي للموضوع ده يا برج الميزان فده بالنسبة للقراءة العامة اي انا هعمل دلوقتي قراءة تانية ايه لو انت مثلا في شخص سواء الشخص ده كان حبيب صابق نفس الحبيب ده او لو حتى كان صديق واتفر علاقتك بالشخص ده ايه لو انت علاقتك مقطوعة عن الشخص ده من زمان وانت متعرفش عنه حاجة ومتعرفش اخباره ونفسك ان انت تعرف عن احوال الشخص ده وهل هيكون في تواصل ما بينك وما بين الشخص ده السنادي هل هيكون في فرصة ولا لأ اوكي خلينا نشوف هل هتسمع عن الشخص ده ولا لأ هل هتسمع منه هل هتسمع منه اوكي اوكي يا ساتر بص هو الشخص ده زعلان منك قوي بصراحة وقلبه مكسور ويعني انا شايف ان فيه حواجز كتير ما بينك وما بين الشخص ده ويعني هو زعلان قوي وانت كمان على فكرة زعلان قوي بس انا شايف انه هيكون فيه مصلحة يعني ان شاء الله وهتعرف عن الشخص ده بس انتو دلوقتي زعلانين من بعض جامد يعني وانتو الاثنين عندكم طاقة تردد ان انتو تكلموا بعض هتسمع من الشخص ده بس بشوية يعني ممكن مثلا في نص السنة يعني او حاجة لان انتو مجروحين قوي انتو الاثنين ومحتاجين ان انتو تعملوا هيلينج يعني فبعد كم شهر كده ممكن تسمع من الشخص ده فدي كانت قرائتكم يا برج الميزان اتمنى ان انتو تقولولي رأيكم في القراءة وتدعموني بلايك لو كانت القراءة عجبتكم اتمنى ان هي تكون عجبتكم ان شاء الله كمان اللي لي اي اسئلة او اي استفسارات تحت الفيديو هيلائي وسائل التواصل موجودة متشكر جدا ليكم يا برج الميزان ويتمنى لكم السعادة والحظ الموافق مع السلام